مؤكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن حق الإنسان في التنمية والعيش بأمن واستقرار في مجتمع آمن يجب أن تكون له الأولوية في المجتمع الدولي لسيما في ظل ما تمر به العديد من مناطق العالم من أوضاع مؤسفة جاء ذلك في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد السبت ويقام هذا العام تحت شعار دافع عن حقوق إنسان ما قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن الضمير الإنساني العالمي يواجه في الوقت الراهن تحديا حقيقيا في مدى قدرته في تخفيف معاناة أولئك الذين يعانون من المجاعات والتهجير والتشريد في مناطق التي تشهد صراعات عنيفة وأن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر جدية للقضاء على أسباب النزاعات من جذورها ودعا سموه المجتمع الدولي إلى استثمار المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان في تحسين أوضاع الشعوب والنهوض بها من خلال دفع العمل الدولي المشترك القائم على الاحترام المتبادل من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وقال سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يقام هذا العام تحت شعار دافع عن حقوق إنسان ما إن حقوق الإنسان في جوهرها قيم نبيرة جاءت بها كافة الأديان وأقارتها المواثيق والاتفاقية الدولية ويجب أن تظل وسيلة لتنمية والبناء لا أن يتم تحويلها إلى أداة لتدخل في شؤون الدول وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة استطاعت أن ترسي أسس نموذج رائد في تكريس حقوق الإنسان يقوم على العدالة وحرية الرأي والتعبير وسيادة وتطبيق القانون على الجميع دون تميز وستواصل العمل في هذا الصدد من أجل مستقبل أفضل لجميع أبنائها وقال سموه أن قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والمساوى شكلت ثوابت للمجتمع البحريني على مر العصور وجعلت من البحرين وطنا للجميع إن صهرت فيه ثقافات وحضارات مختلفة وقدمت للعالم نموذجا في تكريس حقوق الإنسان والقدرة على بناء بيئة للعيش بوئام ومحبة بين الجميع مواطنين ومقيمين وأضاف سموه إن اهتمامنا بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة يشمل دعم وغرس ثقافة حقوق الإنسان تعليميا وإعلاميا بهدف تقوية البناء المجتمعي وتكريس أسس المجتمع المتحضر الذي ينعم فيه الجميع بحقوقه وفق مبدأ سيادة القانون ولكي تبقى البحرين آمنة ومستقرة وماضية في تحقيق أهدافها التنموية وجدد سموه تأكيدا على التزام البحرين بالعمل والتضامن مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه أن يرسي السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم إيمانا منها بأهمية العمل الدولي من أجل عالم أكثر استقرارا ترجمة نانسي قنقر